اليوم يقف الجميع على خط واحد للتصدي لجائحة فيروس كورونا عبر الأدوات والإمكانات المتاحة في معركة شرسة لتعود الحياة إلى سيرتها الأولى مجلس الأمة وعبر أدواته الدستورية يسعى لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين والمقيمين من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة لمواجهة تداعيات الفيروس إلى جانب معالجة القصور التشريعي في بعض القوانين والتي كشفتها الأزمة السهام البرلمانية صوبت وجهتها التشريعية عبر اقتراحات عديدة لتعديل قانون الإجارات لكي لا يجبر من يعجز عن السداد من المستأجرين على إخلاء العين المستأجرة في خطوة تهدف إلى تجنب الاختلالات الصحية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك الإجراء في ظل الظروف الحالية ودون الإخلال بحق المؤجر بتلك الإجرة كونها مقابل انتفاع المستأجري بالعين الاقتراحات النيابية شملت قضية سداد إيجارات العقارات التي يجد المستأجرون صعوبة في الوفاء بالتزامهم التعاقدي تجاه ملاكها بضغط من الطرف الاستثنائي الحالي الذي عطل الكثير من أوجه الحياة وترك أغلبية الناس عرضة لخيارات مريرة وتوسمت الاقتراحات حفظ حقوق الملهك ورفع العبء عن المحاكم مستقبلا إضافة إلى تقصيط الإجارات المستحقة ودفع حين ميسرة بعد عودة الحياة إلى سيرها المعتاد وشملت الاقتراحات أيضا صرف دعم عمالة إضافي شهريا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بالتأمينات بعد أن توقفت مصادر رزقهم وذلك بشكل مؤقت لحين إنجلاء الأزمة وحول معالجة الإنعكاسات الاقتصادية لتلك الأزمة وتداعياتها اتجهت بوصلة المناقشات البرلمانية بتأكيدات أن اللجان البرلمانية المختصة ستصوت أدواتها على دراسة حزمة من القوانين الاقتصادية في اجتماعها المقبل إضافة إلى مشروع قانون في شأن التسوية الوقائية ويعادة الإفلاس